الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل النظرية الاقتصادية وبخاصة مبادئ النظرية الاقتصادية الكلية وقدم ما يسمى التحليل الساكن Static Economic Analysis أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا على بركة الله نبدأ تحليل الساكن يقصد بالتحليل الساكن الاقتصاد الساكن طبعا Static Economic Analysis أن ينظر الاقتصادي أو المحلل المتابع إلى النشاط الاقتصادي تحت الدراسة في رحطة زمنية معينة كأن نقول في هذه الدقيقة في هذه اللحظة في هذا اليوم تكون حركة المتغيير الاقتصادي في التحليل الساكن متصلة أي ما يسمى مستمرة أو continuous يقينية منتظمة وثابتة على سبيل المثال نفترض بأن الناتج المحلي الإجمالي طبعا لدولة الإمارات الإماراتي نمى بمعدل 5% خلال العقد المنصر وبقي ينمو بالمعدل ذاته خلال العقد التالي وعادة ما يطلق على الاقتصاد الذي يكون معدل الإنتاج فيه ثابت بأنه اقتصاد ساكن لكن هنا ليس بالمعنى السلبي لكلمة ساكن السكون هنا تعني الثبات والاضطراد رأى عالم الاقتصاد جوزيف شومبيدر بأن التحليل الساكن يعد من الطرق التي نستخدمها من أجل أن نستكشف العلاقات داخل النظام الاقتصادي كأن نقول العلاقة بين الأسعار والكميات يمكن أن نطبق طريقة التحليل الساكن في الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي نبدأ بمثال على التحليل الساكن البسيط في الاقتصاد الجزئي من نظرية الطلب والعرض هنا الآن على المحور الأفقي الكميات المطلوبة والمعروضة من السلعة المحور العمودي الآن عند أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة لدينا الآن منحنى طلب اللي هو D sub X ولدينا منحنى العرض اللي هو S sub X يلتقي المنحنيان عند نقطة تقاطع هذه نقطة تقاطع التي أتحدث عنها وهنا يحدث الإكولابريم أو التوازن طبعا هذا التوازن ساكن لأننا نفترض بأن ليس هناك مؤثرات خارجية على الإطلاق في هذا النموذج أو في هذه المنظومة الاقتصادية وبالتالي هذا التقاطع أدى إلى تكون زوج مرتب على المحور الأفق الكميات التوازنية Q sub star وعلى المحور العمودي سعر التوازن P star وهنا الآن بيكون التوازن ساكن بمعنى أنه ثابت لا يتغير إلا إذا أثرت عليهم مؤثرات خارجية نكمل الآن التحديد الساكن في الاقتصاد الكلي نستخدم نموذج تحديد الدخل الكلي أو ما يسمى بال income determination model كما ذكرت في محاضراتي وكتبي ونشراتي متعددة إلى الطلبة الأعزاء نبدأ من متساوية الدخل هذه الآن متساوية الدخل Y تساوي C plus I plus G plus X minus M أو Y تساوي C زائد I زائد G زائد القوس الآن حاصل الفرقة export من import ما هي Y الآن الدخل الكلي الآن هذا C تساوي الإنفاق الاستهلاكي هنا الإنفاق الاستثماري هنا الإنفاق الحكومي وهذه هي قيمة الصادرات وأخيراً هذه هي قيمة المستوردات وبالتالي الآن الدخل الكلي يتكون مما ينفقه المستهلكون وما ينفقه المستثمرون وما تنفقه الحكومة وما الآن قيمة الصادرات مطروح منها قيمة المستوردات دعنا نأخذ النموذج ذات Y تساوي C زائد I زائد G زائد X minus M بشكل جزعي وننظر إليه بطريقة التحليل الساكن ونبدأ بالسؤال الآتي ما هي قيمة الإنتاج التوازني التي تذهب كلها إلى الاستهلاك هناك دالة الاستهلاك من الشكل الآتي الآن هذه دالة الاستهلاك C تساوي A زائد MPC في Y C هي الإنفاق الاستهلاكي A ذلك المقدار من الإنفاق الاستهلاكي المستقل عن مستوى الدخل أرجو أن يتنبه الطالب والمتابع إلى هذه الملاحظة A هي الحد الأدنى لو كان Y تساوي صفرا بمعنى آخر مستوى الدخل يساوي صفرا فبكون حاصل ضرب MPC في Y تساوي صفرا فتبقى A إذن C تساوي A هو الحد الأدنى من الاستهلاك إذا كان مستوى الدخل يساوي صفرا وكلما زاد الدخل بمقدار وحدة واحدة فإن الإنفاق الاستهلاكي يزداد بمقدار حاصل ضرب MPC في Y هنا MPC المي للحد الاستهلاك The Marginal Propensity to Consume The Marginal Propensity to Consume مضروف في مستوى الدخل عند نقطة التوازن يذهب كل الإنتاج هذا الإنتاج Y أي الدخل يذهب إلى الاستهلاك C كما افترضنا ما يعني الآن بأن Y بدل C أصبحت Y لأن كل الإنتاج ذهب إلى الاستهلاك وبالتالي هنا نعوّر عنها بY Y تساوي وليبقى هذا الطرف الأيمن هنا فY تساوي A زاد MPC في Y ننقل كل شيء فيه Y إلى الطرف الأيسر أكرر هنا بنقل كل العبارات التي تحتوي Y إلى الطرف الأيسر نحصل على هذه القيمة Y الآن هذه عند نقل هذه الطرف الأيسر تصبح Y ناقص أو سالب MPC في Y يساوي A نأخذ عامل مشترك الآن أخذنا عامل مشترك Y داخل قوس 1 ناقص MPC في ساوي A وبالتالي الآن أي أن الدخل التوازني Y ستار يساوي حاصل قسمة الإنفاق الاستهلاك المستقل وهو A مقسم على 1 ناقص الميّل الحدي الاستهلاك أو The Marginal Propensity to Consume إلى هذا التمثيل البياني لهذه الحالة Y على المحور الأفقي C على المحور العمولي هذا الخط المستقيم الذي يقطع أو ينصف الربع الأول لمستوى ديكارت إلى نصفين متساويين وبالتالي هذه الزاوية هي مقدارها 45 درجة الآن دالة الاستهلاك تنبثق من هذه النقطة وتزداد بالطرد تقطع الخط المستقيم عند هذه النقطة هذه دالة الاستهلاك كما ذكرت C بساوي A زائد MPC في Y الآن لدينا نقطتين تقاطع هذه الأولى وهذه النقطة الثانية هنا الآن هذه النقطة تتكون من زوج مرتب أفقيا وعاموديا الآن هنا الآن البعد العمودي هذه النقطة A اللي هي عندما تكون Y تساوي 0 أي هنا عن المحور الأفقي نصغرها أو نقل حتى نصل إلى 0 وبالتالي C تساوي A في الحالة أما الآن عندما يكون هناك مستوى دخل والسؤال الذي طرحناه ما هي قيمة الانتاج التوازني التي ذهب كلها إلى الاستهلاك فبالتالي هنا هي قيمة الانتاج التوازني Y ستار التي تذهب إلى الاستهلاك الذي هو C ستار بالعالة هنا الآن نقصة التوازن نطبق ذلك عمليا على شكل أرقام لنفترض بأن دالة الاستهلاك من الشكل الآتي الآن هنا دالة الاستهلاك C إنفاق الاستهلاك يساوي 25 بالحد الأدنى إذا كانت Y تساوي سفرا مضاف إلها 75% من كل وحدة دخل أو إنتاج إضافية فC تساوي 25 زائد 3 أربع Y أو 75% من Y السؤال عند نقطة التوازن يذهب كل الإنتاج هذا إلى الاستهلاك هذا كما افترض ما يعني الآن بأن تطبيق مباشر Y تساوي 25 زائد 3 أربع Y لـ 500 من Y بأخذ الآن بنقل كل العبارات التي تحتوي Y إلى الطرف الأيسر نحصل على هذا الآن تطبيق مباشرة للقانون الذي ذكرنا قبل قليل بتكون عندي Y ستار 25 يقسم على واحد ناقض 3 أربعة وتساومية أي بمعنى آخر قيمة الدخل التوازنية التي تذهب كلها نحو الاستهلاك إذا كانت دالة الاستهلاك هكذا قيمة الدخل التوازنية يساوي 100 وحدة نمثل ذلك بيانيا على المحول الأفقي مستوى الدخل على المحول العمودي قيمة الاستهلاك أو مستوى الاستهلاك هذا الخط المستقيم الذي ينصف هذا الربع إلى نصفين وتساويين زائد مقدار 45 درجة هنا وهذه دالة الاستهلاك C تساوي 25 زائد 3 أربعة وحدة نقاط الالتقاء هذه هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية النقطة الأولى 25 لأنه إذا كانت مستوى الدخل يساوي صفرا فإن C تساوي 25 إذن هنا مستوى الدخل يساوي صفرا عند هذه النقطة تسيب الساوي 25 لكن نقطة الالتقاء هنا يعني على الخط الأحمر أو هذا الذي نصف الربع الأول لمستوى الدكارت إلى نصفين وتساويين فنقصة الالتقاء هنا بقول بأن الدخل التوازن يساومية وكل ياتذهبت إلى الاستهلاك اللي هو مائة وحدة نكمل المثال لنفترض بأن مستثمراً ما قام بضخ I اللي هي استثمار من فاقة مقدارها عشرة عشرة مليون عشرة آلاف عشرة دنيا مهما كان يعني المهمة لأنه هنا الوحدات لا تهمنا بهمنا أن نفهم المبدأ السؤال في حال الدخول المستثم بهذا المقدار ما هي قيمة الدخل التوازني Y ستار نطبق مباشرة الإجابة يصبح الدخل التوازني كما يأتي الآن Y تساوي C بلس I C لأن أضطنا إلى C I فقلنا من الجزء الآن فهمنا لهذا النموذج الدخل الكلي نأخذ بشكل جزء فأخذنا أول جزء منه C لأن أضطنا إلى C مقدار Y وبالتالي نعوض عن C بدلة الاستهلاك إذن Y تساوي ها الآن A زائد MPC في Y اللي هي C تعويض عنها زائد I التي أضفناها قبل قليل بنقل كل العبارة كل العبارة يعني كل العبارة التي تحتوي Y على الطرف إلى الطرف الأيسر نحصل على ميني الآن Y بعدما نقلناها هذه فقط MPC في Y إلى الطرف الأيسر تصبح الآن Y ناقص MPC في Y فساوي A زائد I A زائد I نخرج Y عامل المشترك ونقسم الطرف الأيمن على الكمية المضربة بY نحصل على ما يلي الآن Y ستار تساوي A زائد I نقسم على واحد ناقص MPC وتساوي 25 الأولية كما ذكرناها زائد I الجديدة هذه هذه I الجديدة نقسم على ربع اللي هي واحد ناقص 3-4 هنا ويساوي 140 إذن دخل التوازن الجديد يساوي 140 بمعنى آخر زاد من 100 إلى 140 دعنا نمثل ذلك بيانيا على المحور الأفقي مستويات الدخل المحور العمود الآن المستويات الدخل والاستثمار C و I هذا الخط المستقيم الأحمر الذي يقطع أو ينصف هذا الربع إلى نصفين متساويين هذه الآن طبعا هنا دالة الاستهلاك الأولية C تساوي 25 زائد 3-4 التي بدأنا فيها بالتالي هنا نقطة تقاطع وهذه نقطة التقاء الآن هذه 25 الأولية اللي هي هذه عندما يكون مستوى الدخل يساوي صفرا فC تساوي 25 هنا الآن الدخل التوازن هو عبارة عن 100 وحدة وكل ذهب إلى استهلاك اللي هي C تساوي 100 بعد أن ندخل الآن I تساوي 10 تصبح Y تساوي C plus I فالآن هذا الدالة هنا أصبحت C plus I هذا الخط المستقيم فنقاط الالتقاء هنا هذه نقطة التقاطع وهنا نقطة التقاء ثانية نقطة الالتقاء الأولى أصبحت 35 لم تعود 25 الآن ضفنا إلها 10 فأصبحت 35 وهنا الدخل التوازني من حلنا هو 140 وبالتالي هنا هذه النقطة يعني نقطة التقاطع هذه التوازنية تتكون من زوج مرتب أفقي هنا وعمودي هنا فقيمتها هنا بتكون 140 وهنا ذهبت إلى الاستهلاك ونتيجة الاستثمار زاد إلى 140 إذن أصبح الدخل التوازني 140 ارتفع من 100 إلى 140 هذا السهم يدول على الزيادة الآن كيف يمكن لنا أن ننظر إلى هذه الحالة من وجه نظر يعني متممة لهذا الكلام كله كيف الآن ننظر إلى ما يسمى مضاعف الإنفاق المستقل Autonomous Expenditure Multiplier اختصاره AEM Autonomous Expenditure Multiplier أو مضاعف الإنفاق المستقل نلاحظ نلاحظ بأن حاصل ضرب الإنفاق المستقل B 1 على 1 ناقص MPC هذا حاصل الآن قسمة 1 على 1 ناقص MPC يعطي بعض المقادير التي نحتاج إليها في حساب الدخل التوازني كما يأتي الإنفاق المستقل في دالة السهلاك C تساوي A زائد MPC في Y هو A هذا الإنفاق المستقل فقط لغير أي بمعنى آخر المستقل عن قيمة الدخل هذا MPC في Y حاصل الضرب يعتمد على Y كلما زاد زاد حاصل الضرب وإذا انخفض انخفض حاصل الضرب لو أخذنا خارج القوس خارج القوس طبعا هنا Y ساوي A على 1 ناقص MPC أخرجنا خارج القوس فتصبح الآن A في 1 على 1 ناقص MPC حساب بسيط ما يعني بأن الدخل التوازن هو حاصل ضرب الإنفاق المستقل A بقيمة اللي هي 1 على 1 ناقص MPC وهذه القيمة الأخيرة هي ما يسمى مضاعف الإنفاق المستقل Autonomous Expanditure Multiplier في المثال الحالي الدخل التوازني مع الاستهلاك هو A مضروب في 1 على 1 ناقص MPC يساوي 25 مضروب في 1 نقص على 4 يساوي 100 كما ذكرنا مقدار A مضاعف للإنفاق المستقل في هذا المثال هو 1 على 1 ناقص MPC يساوي 1 على 4 ويساوي 4 إذن هذه قيمة المضاعف للإنفاق المستقل أي أن أثر كل دينار إضافي على الدخل التوازني يكون بمقدار 4 وذلك بواسط المضاعف يكون الدخل التوازني مع الاستهلاك والاستثمار في هذا المثال طبعا هنا A زائد I مضروب في 1 على 1 ناقص MPC يساوي 35 طبعا أضف 25 زائد 10 يساوي 35 ضرب 1 على 4 اللي هي 4 وتساوي 140 ما يعني بأن أي تغير زيادة أو نقصان في الإنفاق المستقل ينعكس على الدخل التوازني من خلال المضاعف بأن الأثر الناهي طبعا هنا العشرة I تساوي 10 يكون 10 اللي هي زيادة على الدخل على الإنفاق المستقل لاحظوا لي مضروب في قيمة المضاعف 4 يساوي 40 فارتفع الدخل من 100 إلى 140 كما ذكرنا أرجو من الطلب الأعزاء أن يجربوا قيما أخرى كتغيير A و I أو إدخال قيمة الصادرات أو المستوردات ذات الأثر السالد من أجل أن يدربوا أنفسهم على حساب قيمة التوازن شكرا لكم على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب بإذن الرحمن